الحمد لله أورد الإمام الترمذي في شمائله في وصفه صلى الله عليه وآله وسلم من رآه بديهة حابه ومن خالطه معرفة أحبه من رآه بديهة حابه ومن خالطه معرفة أحبه وصفوه في إقباله قالوا إذا أقبل فكأنما أقبل في جيش محمد والخميس الخميس هو الجيش يقف أمامه الأعرابي بغتة يباغت بأن الرسول أمامه صلى الله عليه وسلم فتأتريه الرعدة التي ذكرها السيد فيقول هون عليه كنما نبن امرأة من قريش كانت تأكل القديد الشان هنا والسر هنا ارتباط معنى الجمال بالقوة إذا تحدثنا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وآهل وسلم فنحن نتحدث عن قوة الجمال وجمال القوة أما قوة الجمال فشان يصفه به الصحابة يسأل بعض التابعين أحد الصحابة أكان وجه رسول الله كالسيف قال بل كان كالقمر إن لم يحل دونه الغمام يقول أحدهم صافحت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما لمست حريرا ولا ديباجا ألينا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الآخر قبلت كف رسول الله فكأنما أخرجت من جونة عطار من كيس الطيب يقول الآخر كان إذا مر من طريق عرف من طيبه أنه قد مر فيه يأتي المار في الطريق يشوم هكذا رايح يقول كان رسول الله هنا في هذا الطريق قد مر شكرا